السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learn English and French with Asma درس الإنجليزية لهذا الأسبوع هو عبارة عن تمرين سوف يختصر علينا الكثير الكثير من الوقت والمجهود لكي تطلق لسانك وتتكلم الإنجليزية بكل طلقة وثقة في النفس معنا عشر جمل سوف نحولها من العربية إلى الإنجليزية وفي هذه العملية سوف نأخذ قواعد، استماع، محادثة يعني سيكون إن شاء الله تدريب شامل إذا كنت تشاهدني لأول مرة فأنصحك باتباع الدروس من الأول بالترتيب وفقا للقوائم التي سوف تجد روابطها في صندوق الوصف سوف تجد دروس اللغة الفرنسية، الإنجليزية وأيضا اللغة الإسبانية لا تنسى عزيزي المشاهد أن تشترك في القناة وتضغط لايك إذا أعجبك الدرس لنبدأ على بركة الله العبارة الأولى التي معنا اليوم هي أنا مولع بعملي أنا مولع بعملي من منكم يعرف كيف يقول أنا أحب عملي؟ أنا أحب سهلا I love عملي my job my job أنا أحب عملي I love my job أنا مولع بعملي أو أنا شغوف بعملي أقول I'm passionate about I'm passionate about يعني أنا مولع أو شغوف بشيء ما I'm passionate about something كيف أقول أنا مولع بعملي؟ رددها بصوت مرتفع I'm passionate about my job I'm passionate about my job لنبدأ الجملة بmy friend Kim صديقتي Kim my friend Kim مولع بعملها هل تعرف كيف أقول ذلك؟ أدعوك عزيزي المشاهد أن تترك الإجابة في التعليقات my friend Kim is passionate about her job عملها أقول her job ماذا عن صديقي Alex my friend Alex حاول أن تصيغ هذه الجملة بالمذكر ممتاز my friend Alex is passionate about his job my friend Alex is passionate about his job ملحظة بسيطة صراحة أهم شيء أعطيك إياه في هذه الدروس وخصوصا دروس اللغة الإنجليزية هي عندما أطلب منك أن تردد بصوت مرتفع عندما أطلب منك أن تردد بصوت مرتفع فإن ذلك يساعدك أن تطلق لسانك يعني أن تعود لسانك على نطق الحروف ونطق الأصوات باللغة الإنجليزية فلا تستهم بهذا الشيء رغم أنك تعرف الإجابة الصحيحة ولكن عندما تنطق بصوت مرتفع فإنك تكتسب اطلقة بنفسك تستمع إلى نفسك وتسقل طريقة نطقك لنعود إلى الدرس إذن أنا مولع بعملي I'm passionate about my job ولكنني أعمل لساعات طويلة كل يوم لكنني أعمل لساعات طويلة كل يوم تعال عزيزي المشاهد لنحول هذه الجملة من العربية إلى الإنجليزية نبدأ بكلمة ساعات طويلة ساعات طويلة هي long hours ردد معي كيف أقول ولكنني أعمل أنا أعمل I work ولكنني أعمل أحسنت But I work But I work فأقول أعمل لساعات طويلة أقول But I work for long hours But I work for long hours ردد معي But I work for long hours أحسنت كل يوم كيف أقول كل يوم Every day ممتاز الآن لكنني أعمل لساعات طويلة كل يوم But I work for long hours every day But I work for long hours every day الآن فقرة اختبر نفسك سوف أقول أن العبارة باللغة العربية وأنت حولها إلى الإنجليزية اتفقنا مستعد صديقتي كيم تحب عملها My friend Kim is passionate about her job ولكنها تعمل لساعات طويلة أحسنت But she works لساعات طويلة كل يوم For long hours every day But she works for long hours every day لذلك أنا متعبة طوال الوقت لذلك أنا متعبة طوال الوقت كلمة طوال الوقت طوال الوقت هي all the time all the time ردد معي all the time أن تكون متعب هي to be tired to be tired to be tired to be exhausted كيف أقول أنا متعبة جداً أو أنا منهك هي exhausted كيف أقول أنا منهك أو متعبة جداً أحسنت I'm exhausted I'm exhausted I'm exhausted الوقت that's why I'm exhausted all the time that's why I'm exhausted all the time أنا مولع بعملي I'm passionate about my job لكنني أعمل لساعة طويلة كل يوم but I work for long hours every day but I work for long hours every day إذالك أنا متعبة طوال الوقت أو إذالك أنا متعب طوال الوقت that's why I'm tired all the time that's why I'm tired all the time العبارة التي معنا الآن هي to be crowded with to be crowded with هل تعلموا معناها عزيزي المشاهد؟ to be crowded with هي مزدحم بي كيف أقول الغرفة مزدحمة بالناس الغرفة مزدحمة بالناس قلنا مزدحمة هي crowded with to be crowded with to be crowded with كيف أقول الغرفة؟ أحسنت the room the room كيف أقول الناس؟ سهلا people people ردد معي people الآن لديك كل عناصر الإجابة لكي تحول هذه الجملة إلى اللغة الإنجليزية الغرفة مزدحمة بالناس هل يمكنك أن تكتب الإجابة في التعليقات؟ أحسنت عزيزي المشاهد الآن الفصل أو القسم يعني في المدرسة القسم أو الفصل مزدحم بالطلاب كيف أقول الفصل؟ الفصل هو the classroom the classroom كيف أقول الطلاب أحسنت the students the students جيد الآن لديك كل عناصر الإجابة لكي تحول هذه الجملة من العربية إلى الإنجليزية ممتاز the classroom is crowded with students the classroom is crowded with students هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت رأينا to be crowded with يعني مزدحم ب الآن سنرى to be disappointed disappointed in يعني أن تصاب بخيبة أمل في ثم تكملت الجملة to be disappointed حاول أن تنطقها بشكل صحيح to be disappointed لنرى عزيزي المشاهد هذه الجملة أشعر بخيبة أمل فيك لأنك كذبت علي نبدأ ب أشعر بخيبة أمل فيك قلنا أن تشعر بخيبة أمل في هي to be disappointed in كيف أقول أنا أنا أشعر بخيبة أمل فيك I'm disappointed in you I'm disappointed in you لأنك كذبت علي لأنك كذبت علي لأنك هي because كذبت علي كذب يكذب هي to lie أنت كذبت علي you lied to me you lied to me بدل معي you lied to me كيف أقول هو أصيب بخيبة أمل في جيد he's disappointed in me he's disappointed in me لأنني كذبت عليه رددها عزيزي المشاهد بصوت مرتفع اعتقد يعتقد الفعل هو to think to think ردد معي to think أنا اعتقدت أقول I thought I thought ردد معي I thought كيف أقول اعتقدت أنك صديقي I thought you were my friend I thought you were my friend ردد معي وحاول تقلل طريقتي في النطق I thought you were my friend الآن لنحول هذه الجملة من العربية إلى الإنجليزية أشعر بخيبة أمن فيك أنت اعتقدت أنك صديقي لديك عزيزي المشاهد كل عناصر الإجابة لتحويل هذه الجملة من العربية إلى الإنجليزية وممكن توقف الفيديو وتفكر على مهلك ثم انطقها بصوت مرتفع ردد معي ردد معي I thought you were my friend الآن to be familiar with to be familiar familiar with to be familiar with هي أن تكون على دراية ب أن تكون على الطلاع بشيء ما أو شخص ما أو مكان ما مثلا سمعت أغنية وأحس أنني أعرفها أقول I'm familiar with this song I'm familiar with this song كيف أقول أنا لست على دراية بهذه الأغنية يعني لم أسمعها قط I'm not familiar with this song I'm not familiar with this song يعني لا أحس أنها أغنية مألوفة ليست مألوفة الآن أريد أن أقول لم أسمعها من قبل عندما تكون لدي صيغة يعني شيء لم أفعله من قبل مثلا لم أسمعه من قبل لم أكله من قبل لم أراه من قبل أستعمل هذه الصيغة I have never I have never plus التصريف الثالث للفعل plus before سأسهلها لك عزيز المشاهد لم أسمعها I have never التصريف الثالث للفعل سمع وهو to hear لدينا to hear heard heard التصريف الثالث للفعل to hear هو heard heard إذن أقول I have never heard لم أسمعها I have never heard it before يعني من قبل هي before يعني كل ما تكون لدي جملة فيها معنى أنني لم أفعل شيئا من قبل شيء لم أفعله من قبل لم أراه من قبل لم أكلمه من قبل أستعمل I have never I have never ثم التصريف الثالث للفعل وأضع before في آخر الجملة لا تقلق عزيزي المشاهد سوف نتدرب عليها الآن جرب أن تقول لم أسمعها من قبل I have never heard it before I have never heard it before بدل معي I've never heard it before أنا لست على ذراية بهذه الأغنية يعني ليست مألوفة بالنسبة لي لم أسمعها من قبل كيف أقول ذلك باللغة الإنجليزية جرب عزيزي المشاهد أن تكتب الإجابة في التعليقات I'm not familiar with this song I've never heard it before I'm not familiar with this song I've never heard it before هل كانت إجابة تفحيحة أحسنت كيف أقول رأى يرى هو to see to see مثلا أسحدث هنا عن فيلم أقول لم أره من قبل ما هو التصريف الثالث لفعل to see لنرى لدينا to see saw يعني في الماضي البسيط saw والتصريف الثالث لفعل to see هو seen seen إذن كيف كيف أقول لم أره من قبل I have never seen it before جيد I have never seen it before I have never seen it before ردد معي I have never seen it before الآن لنجرب أنا لست على ذراية بهذا الفيلم لم أره من قبل يعني هذا الفيلم ليس مألوفا لم أره من قبل I'm not familiar with this movie I'm not familiar with this movie I have never seen it before I'm not familiar with this movie I've never seen it before هل كانت إجابتك صحيحة أحسنت الآن آخر جملة معنا وهي to be excited about to be excited about هي أن تكون متحمس لشيء ما مثلا أنت متحمس بشأن وظيفتك الجديدة your new job your new job أقول you're excited about your new job you're excited about your new job ردد معي الآن كيف أقول هل أنت متحمس you're excited عندما أحولها إلى سؤال تصبح are you excited are you excited ممتاز هل أنت متحمس بشأن وظيفتك الجديدة are you excited about your new job are you excited about your new job الآن الآن وصلنا إلى آخر محطة وهو سؤال التمييز سوف أترك لك عزيزي المشاهد هذه الجملة لكي تجيب عليها كسؤال للتمييز إنها متحمسة بشأن رحلتها لباريس رحلة إلى باريس هي a trip to paris a trip to paris لديك عزيزي المشاهد كل عناصر الإجابة لكي تقولها بشكل صحيح وبشكل جيد أدعوكم للإجابة على سؤال تمييز وترك إجابتكم في التعليقات كنت سعيدة جدا 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 بلقائكم متابعين كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد